اشتركوا في القناة وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مجمع الملك الحسين للأعمال متابعينا الكرام في الأردن أسعد الله أقاتكم بكل الخير إليكم نسرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا في مركز تقص العرب والتي تشير إلى تواجد كميات كبيرة من السحب والغيوم التي غطت سماء المملكة نهار هذا اليوم تخللها بعض الغيوم الممترة كما أن كان بعض من أدواع هذه السحب والغيوم منخفض وملامس لسطح الأرض بما أدى تشكل الضباب في أجزاء عدة من المملكة وطبعا كانت الأمطار حضرة في أجزاء واسعة من المملكة بعد انتهاء تقريبا معظم التبعات الرئيسية لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة التي أثرت على المملكة خلال تقريبا 48 ساعة القادمة نستعد معكم كميات الأمطار الهاطلة والمسجلة بحسب محطات الرصد الجوي التابعة لتقص عربنا بأها مثلا من إربت شمالا 34.5 مم جرش 14.5 مم في المفرق بحسب إدارة الأرصاد الجوية بلغت أكثر من 40 مم في الزرقاء تقريبا 27 مم في غربي العاصمة عمان 29 مم في الصلت حوالي 25 مم في مأدبة حوالي 20 مم في جنوب العاصمة عمان 23 مم في الطفيلة تقريبا 16 مم في جبال الشراح حوالي 25 مم وفي معان 1 مم في حين سجلت في العقبة حوالي 8 مم خراطة الضغط الجوي الواردة لدينا تشير إلى أن المنخفض الجوي وامتداد منخفض البحر الأحمر الذي أثى المملكة خلال تقريبا 48 ساعة قدما قد تحرك تدريجيا نهر هذا اليوم نحو الشر وبدأ يبتعد عن المملكة في حين تم رصد امتداد وتقدم تدريجي لمرتفع جوي قادم من السواحل الشمالية لليبيا ومصر باتجاهها المملكة يتوقع أن يستمر تقدم هذا المرتفع جوي تدريجيا باتجاه المنكة ويطبق سيطراته عليها خلال تقريبا الأربع أيام القادمة مسببا استقرارا عاما على الأجواء وارتفاع على درجات الحارة بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمانة فالأجواء تبقى باردة نسبين إلى باردة ودرجة حارة الصغرى ثمان درجات موية مع أجواء غائمة جزئين وتوقع استمرار تشكل الضوار فوق بعض المرتفعات الجبلية في المملكة تبقى فرص الأمطار حاضلة بشكل محلي ومتفرق وخاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي يوم السبت 15 درجة موية في ساعات النهار مع أجواء غائمة جزئيا بوجه نعام تكون الصغرى ليلة 7 درجات موية لكن الأجواء يتوقع أن تكون رطبة وباردة للغاية ويتوقع تشكل الضباب في أجزاء مختلفة من المملكة يوم الأحد حتى تلقى حرارة العظمى 15 درجة موية في ساعات النهار مع ظهور كميات من السحب الغيوم والصغرى 7 درجات موية تواني درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأثنين تسجل 19 درجة موية في ساعات النهار والصغرى 11 درجة موية أما الآن نتعرف بالتفصيل درجات الحرارة العظمى وتوقع يوم السبت والصغرى ليلة السبت حال أحد سنبدأها شبالا من إربيت 17-9 جراج 17-7 عجلون 15-7 وفي المفرق من 16 إلى 7 درجات موية في المناطق الوسطى في عمال 15-7 كذلك أمر في الصلط ومأدمة بينما البحر 22-14 وفي زرقاء من 17 إلى 6 درجات موية في المناطق الجنوبية تكون في العقبة 22-15 في الشراء 10 إلى 5 درجات معانا 14-5 الطفيلة 13-8 وفي الكارك 14 إلى 9 درجات موية وفي المناطق الشرقية تكون في الرواشد 14-6 الصفاء و16-5 وفي الأزرق من 17 إلى 7 درجات موية هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة رحم الله شهدائنا الذين توفوا اليوم في السيول ونطلب منكم دائما عدم الاستهانة بالتقص الأحوال الجوية ودائما الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والشعاب رحم الله جميعا وتعزين الحارة هنا من تقص عرب إلى دوي هؤلاء الأشخاص الذين تقدناهم في هذه الأحوال الجوية أعدمتم بخير دائما وبالسلامة لكم جميعا إلى اللقاء